أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزية المشاهدين خلوني أراحب بديو في نجومنا الكبار نجب الكبير كابتن عادل طعيمة زي كابتن عادل كابتن إسلام شرف ونور نورك كابتن أنا خليك قادر نجب الكبير كابتن مارمام زي كابتن مارمزة كابتن إسلام شرف ونور كابتن عادل حبدأ مع حضرتك يعني غداً إن شاء الله أولى المباريات الودية للنادي الأهلي بعد العودة من فترة أجازة نعتبرها فترة أجازة لأن من فترة طويلة جداً مخدنش مثل هذه الأجازة وبالتالي كيف يستفيد المدير الفني أو كيف ينظر المدير الفني للمباريات الودية الأول بشكل عام بسم الله الرحمن الرحيم أنا ليه بس كلمتين في البداية على المدير الفني الفضل الحقيقة ليه ملاحظات عليه وكلها ملاحظات إيجابية نعم الراجل جاي من بلده ما رحش على الفندق رح رايح على طول على الملعب علشان هو عارف إن الوقت المتاح ليه عنده شهر صح الشهر اللي عنده ده هيلعب بعديه السوبر وعنده أفريقيا ما بنحسبها إزاي ما الناس بتحسبها يعني يقولك ده لسه فضل شهر في علم التدريب لو عنده تلاتين يوم هيدي أربع أيام أجازة من كل أسبوع لازم بقى فيه يوم أجازة نعم هنقول فيه يوم كمان يبقى خمسة هيبقى عنده خمسة وعشرين يوم الخمسة وعشرين يوم دول لو ضربناهم لو بيتمرن كل يوم أربع ساعات دي ميتين ساعة الميتين ساعة دي بتتوزع ما بين أحمال حاجات بدنية ثم حاجات فنية ثم تكتيك اللي هي راجل هيلعب به إلى الجانب طبعا الأمور الأخرى الإدارية والأمور النفسية دي أول ملاحظة أنه أول ما جيه نزل على الملعب على كله الحاجة التانية من الملاحظات الإيجابية أنه ما تصلش بويلر علشان ياخد معلومات منه عن الفرقة وبالتالي الراجل ما هواش عايز دايما انطباعه أنا انطباعي أنا لأن ده المسأل اللي إحنا للأسف بنعاني منه إن الإنسان لما بيبقى في مكان ممكن يسمع بيسموها ودني بالعامية بتاعتنا ودني يعني إيه يعني أنا فلان ده فيه وفيه 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 لأ أنا هتعمل معاك من البداية كلاعب وكإدارة ثم بعد كده ممكن أنا أبني الكلام عليك الحاجة التالتة لغى المعسكر الراجل دي طبعا واضح جدا أنه هو راجل أمين جدا في تصرفاته وبيحس تحس أنه هو زي ما هو قال أن أنا العيلة بمعنى إيه بمعنى أن أنا أنا هروح معسكر أي مدرب يقول لك أروح أخذ اللعيبة هروح معسكر لا هو عايز يطلع معسكر وهو مستقر على اللعيبة اللي هو هيبدأ بيها الدوري بتاعه وكل البطولات اللي هي متاحة لي بإذن الله تعالى بين سوبر ودوري وأفريقيا وكسعالم وكل أمور دي المناحظة التالتة أنه الصفقات اللي هو بيقديها طبعا بيقديها بشكل علمي قوي جدا البداية اللي أحيانا بنخفل منها أنه عمل التحاليل الطبية اللي هي ما كانتش متاحة نتيجة الضغوط وبعدين عمل القياسات القياسات دي ضغوط المباريات يعني نعم طبعا وبعدين القياسات اللي بيعملها القياسات اللي بيعملها طبعا دي كلها حاجات صحيحية بيقال إنها أول مرة تعمل لا إحنا أنا أنا شخصين عملتها من ست سنين في النادي كان عندنا قياسات وأجهزة بتقيض قوة العضلة وكل الأمور اللي بتعلق بالفرق وكنا بنعملها لـ 12 فرقة في النادي قياسات على الجهاز البدني وعلى الجهاز العصبي وعلى كل الأجهزة والعضلة بتقوى كل شهر ولا لا كل الأمور دي برضو المراحزة التالتة أو الرابعة الراجل بالنسبة لأرضية الملعب عايز تغيير لأرضية الملعب وده برضو من الحاجات اللي هي بتؤثر علينا في الإصابات بتؤثر علينا طبعا الجوانب الطبية والحاجات دي هو متابعة فالحقيقة أمور كثيرة جدا هو الراجل ملاحظاته عليها بتوضح أن هو راجل بيتقن عمله ما هوش ودني بيحاول بقدر إمكانه أن كل لعيب هياخد الجرعات اللي هو محتاجها مش كل الناس هتاخد زي بعض وبالتالي من خلال القياسات بيبعرف مين اللي محتاج ومين اللي مش محتاج انت محتاج جهد قد إيه العضلة بتاعتك محتاجة قد إيه والمتابعة طبعا كل دي أمور ملاحظات مباشرة بالخير بتقول أن احنا على التراك الصحيح حتى بالنسبة للولاد اللي موجودين كان فيه برضو أحيانا ولاد ما بياخدوش حوقهم في اللعب وبرضو من خلال حضرتك أنا بقوشيد بقوشيد باللجل التخطيط والكابت الخطيب لاختيارهم مسيماني مسيماني جه عمل إنجازات من خلال الإدارة ومن خلال الجمهور ومن خلال اللعيبة ومن خلال الزملاء وفي الجهاز نعم فالراجل ده لا يمكن نغفل الجهد اللي هو بزله إذا كان هناك بعض الأخطاء مين فينا ما بيخطأش كلوب بيخطر جورديولو أحسن مدرب في العالم بيغلط وشوف الأسبوع اللي فاتت والبطولات اللي فاتت كان هناك أخطاء من الاتنين ومع ذلك هم الأفضل على مستوى العالم فبرضو من خلال حضرتك بنقول الكلام ده مسيماني لازم نشيد بيه ونبعط له رسالة إن الجمهور الآلي شهير له كل الحب وكل الثقة وكل الاتمئنان إنك أنت كنت علامة في تاريخ الناد الآلي نعم من خلال حسن الاختيار